تختلف زاوية وصول أشعة الشمس إلى سطح الأرض فهي تصل بزاوية عمودية إلى دائرة الاستواء حيث تنشأ المنطقة المناخية الحارة والتي تمتد بين مداري الصراطان والجدي بينما الأمكنة التي تصلها أشعة الشمس بزاوية مائلة تنشأ فيها المنطقة المناخية المعتدلة والتي تمتد بين المدارين والدائرتين القطبيتين أيضا تصل أشعة الشمس بزاوية مائلة جدا إلى القطبين فتنشأ المنطقة المناخية الباردة التي تمتد بين الدائرتين القطبيتين ونقطتا القطب الشمالي والجنوبي كل منطقة مناخية من هذه المناطق الثلاث تقسم إلى عدة أقاليم مناخية ونعني بالإقليم المناخي تلك البيئة الطبيعية المتجانسة من حيث الخصائص المناخية والتي تنشأ من تفاعل عناصر المناخ من حرارة وضغط جوي وغياح ومتساقطات مع مختلف مكونات سطح الأرض إذن هناك ثمانية أقاليم مناخية أساسية هي الإقليم الاستوائي وهو من أقاليم المنطقة الحارة والتي تضم أيضا الإقليم المداري والإقليم الصحراوي فيما أقاليم المنطقة المعتدلة هي الإقليم المتوسطي الإقليم المحيطي والإقليم القاري بينما نجد الإقليم الجبالي والإقليم القطبي في المنطقة المناخية الباردة ترجمة نانسي قنقر